اشتركوا في القناة ونتوسل بدعاء الصالحين كما توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء العباس وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا يعني في الاستسقاء يعني بدعائه وإننا نتوسل يعني بعد وفاة الرسول قال وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قم يا عباس فادعو فهذا هو التوسل بدعاء الأحياء يشترط في الصالحين أن يكون حيا حاضرا يسمع كلامك ويجيب نعم طيب الشيخ برك الله فيكم ما هو التوسل المنهي عنه التوسل المنهي عنه التوسل بذوات الصالحين أو بجاههم أو بأعمالهم أعمال الغير لا تتوسل بأعمال غيرك إنما تتوسل بعملك أنت وأما أنك تطلب من أخيك الصالح أن يدعو الله لك فهذا لا بأس به وليس توسلا بعمله هذا توسل بدعائه نعم